زي الفولك الأسبوعين اللي فاتوا دول حصل فيهم مجموعة من الإعلانات كتيرة قوي من الشركات المنتجة أخرهم كان جوجل أعلنت عن التلفونات الجديدة بتاعتها اللي هو الرينج اللي بيسموه بيكسل فنزلين برضو بمقاسين زي دلوقتي خلاص بقى دول مقاسين الجماعة بتوع سامسونج بعملوا مقاسين جوجل نزل بمقاسين صلاح صلاح خمسة ونص بوصة وستة وثلاثة من عشرة بوصة يعني قريبين قوي من المقاسات دي جوجل عمل فرق في الكاميرا اللي بتستعملها إنها مش مستعملها كاميرتين زي بالناس كلها بتعمل لا مستعملها كاميرا واحدة ولكن بيستعملوا شوية زكاء صناعي على التكوين بتاع الصورة فبيعملوا حاجات بقى إيه إن الصورة بقت صورة صناعية في الآخر يعني ما بقتش صورة بتاخد طبعية بيلقوا كذا صورة ويجمع منهم فيزود الريزولوشن بيلقوا كذا صورة وينقي منها الحتة اللي غمق أي فتحها والحتة اللي فاتحة يغمقها عشان يطلع لك صورة شكلها كويس فده كان الإعلان بتاع التليفونات المواصفات قريبة من المواصفات بتاعت السنة اللي فاتت لكن أهم حاجتين عايز أشير لهم غير الكاميرا بالاستخدام بتاع الزكاء الصناعي إنه ده التليفون ده نازل بالنسخة الجديدة من أندرويد اللي هي الأندرويد 9 فهم تم الإعلان بيوم 9 عشرة والمفروض إنه في خلال الأسبوعين تلاتة الجايين تبتدي التليفونات دي تظهر أنا مليش في الأندرويد عشان كده أنا بقى أنا بجرب ده وبجرب ده اللي عاملينه في الكاميرا حلو ومهم لإنه بقى يخليك تقدر تطلع صورة يعني بكواليتي عالية قوي بالرغم مش بس هاي ديفينيشن والإضاءة بتاعتها متجمعة صحة يعني بقى HDR عاملها هو من على التليفون يعني بقى الحاجات كتير قوي بقى أن يطلع لك صورة حلوة فإنما بقيتش تقدر تطلع صورة وحشة يعني حتصور صورة في حتة غابقة رأس تعالي في حتة وحتة بغمق حيوعة يعرف يزبطها فالأنونسمنت كانت في حتة التليفونات دي مهمة في الحتة دي لكن أنا عايز أشير إلى حاجة ناس كتيرة ما بتاخدش بالها منها إن في دلوقتي في الأنونسمنت أعلنوا عن حاجة اسمها جوجل هوم هاب الجوجل هوم هاب ده جهاز مساعد بزكاء صناعي بشاشة ده بقى شريحة جديدة من الأجهزة اللي لسه نازلة جديدة بقى بقى فيه عندنا الجوجل هوم هاب دهوت أمازون كان عندهم الحاجات تلاقي بالفويس ريكو جنيشن وكان عندهم حاجة صغيرة كده بشاشة دلوقتي عندهم واحدة تانية بشاشة وده خلينا لعيب ثالث في المجال دهوت اسمه فيسبوك بجهاز اسمه فيسبوك بورتل بورتل عبارة عن إيه ده؟ الثلاث أجهزة عبارة عن جهاز في حجم الآيباد كده ولكن ده استخدامه ومش إنه هو تابلت انت بتستعمله وده جهاز بتحطه في البيت بالصوت بقى تدي أوامر اطف النور ولا عن نور الساعة كام جو بكرة عامل إيه طب اقرالي الإيميل طب ايه آخر الأخبار وبالصوت بقى بالصوت بالصوت ويرد عليك يعني اطف النور يا إيه اسمه إيه طالب لا لا بتقوله بتقوله لايتس أوف لايتس أوف لا تقوله لايتس أوف لغاية دلوقتي الحاجات دي كلها شغالة إنجليزية أكتر من العربي ولكن معنا ممكن في مرة جاء أجيب جاء عندي أنا جهاز أمازون اللي هو بالصوت دهوت أتحقر لك الإيميلات قل لي قل لي ديني نشرة أخباري يفصل لك هو نشرة أخبار من يروح المصادر كلها ويجيب لك نشرة تقول لي مثلا عايز نشرة أخبار سياسية عايز يجيب لك هو سامري الأخبار السياسية بالضبط فهو ده بيسموه أسيستنت جوجل بيسميها هوم هاب أمازون بيسميها أمازون إيكو بس الشخصية اللي اعتبارها اسمها أليكسا وأمازون هي أول واحدة ابتدت في البجال دهوت الشريحة يعني الجهاز التالت اللي نازل من فيسبوك اسمه فيسبوك بورتل عبارة عن إيه فيسبوك بورتل ده عبارة عن جهاز قريب في تكوينه وشكله من الأمازون ومن الجوجل ولكن هم وده أكتر ناحية الفيديو كونفرنسيج وناحية استخدام الصوت والصورة في التخاطب عن طريق الفيسبوك ميسنجر فالجهاز ده المفروض أن انت تقدر تحطه كده في البيت عندك وتقول له مثلا إيه كول شريف إيه كول شريف حيقوم طلبني على الميسنجر ويفتح فيديو كول بيني وبينك بس عاملين فيه شوية حاجات بقى هو ده اللي هو ده هو يعني طب اشرح لنا كده ما هو هنا إيه بقى بص العي اللي بيجري والكاميرا بتلف فرعه فدي أول بقى فيتشر هنا إنه هو قال لك إيه مش بس أن انت هتفضل ماسك التليفون أو مثبت كاميرا في حتة لا الكاميرا بتتحرك مع الشخص اللي بيتصور يعني هنا البنت بتتحرك هتلاقي إيه الكاميرا بتتحرك معها الولد بيتحرك هتلاقي الكاميرا بتتحرك معها الكاميرا بتلف تتتبع مين بيشوف ده اللي بيشوف ده المتلقي اللي ناحة التانية أوكي اللي انت اتصلت بي دلوقتي اللي انت اتصلت بي